وصلت فجر اليوم الدفعة السابعة عشر من الأطفال الفلسطينيين الجرحى وبرد السرطان من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الدولة يأتي وصول هذه الدفعة ضمن مبادرة صاحب سمو الشيخ محمد من زيد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله التي أمر بها لتقديم العلاج والرعاية الصحية لألف طفل فلسطيني من الجرحى والف من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الدولة وحطت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية في مطار أبوظبي وعلى متنها مجموعة من الأطفال الذين تستدعي حالاتهم رعاية طبية خاصة ومرض السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث مع مرافقين من عائلاتهم ونقل الجرحى والمصابون فور وصول الطائرة إلى مستشفيات مدينة أبوظبي لتلقي العلاج فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهما ترجمة نانسي قنقر